طيب منصوصه لا منصوص ما هو علي موجود في التاريخ وموجود في التراثة وفي الثقافة وفي ضمير الإنساني ما ينقص أنه يكون ما منصوص عليه لا يوجد أي نص عليه ولا أي حديث نبو مثلا عليه هو ما هو علي نفسه تجربته وفكرة ونهج البلاغة وصيرته مع الخصوم والأعداء شوفوا كيف كان يتعامل هذا على ابن البيطالب ولكن من الحقيقة يوم علي وتشيع مجهول من قبل الشيعة أنفسهم سواء المغالين أو حتى المعتدلين اللي يسمونه ومعتدلين ما يغالون كل الأشياء يرفضوها مع ذلك لا يفهمون لا يفهمون ماذا كان التشيع قبل 1400 سنة وماذا بقي من التشيع الآن وهل هناك فشيء اسمه شيعة الآن أو تشيع الآن يجب أن نسلكه ونلتزم به ونقول إحنا شيعة وهؤلاء سنة وهذا شيع يصير سني وسني رح يصير شيعي وأنا تعرفون الفكري السابق بالسبعينات والثمانينات كنت داعية للتشيع وعند كتابي 10 ناقص واحد ساوي صفر سنة 73 كتبته وطبعته في 74 وعند الطبعات في الكويت وبيروت وتهران الولاية هي أهم شيء طيب ما هي الولاية أين هي الولاية أين هم الأولياء حتى نواليهم هذا السؤال ما يفكرون به عامة الناس إحنا الآن عندنا تشييع جديد مو تشييع إمامي اسمه تشييع المرجعي شيعة المراجع نتبع المراجع إحنا المراجع صاروا أئمتنا أئمة غير معصومين وغير معينين من قبل الله ولا عدم ألم لدنيا عدم اجتهاد ينظرون أحكام ظنية أدهم ما أدهم أحكام قطعية مثل ما الإمامية كان ينظرون إلى الأئمة من أهل البيت أنهم أدهم ألم من الله تعالى وكلامهم مثل كلام رسول الله نفس السنة ما أنت رسول الله السنة يعني كلام النبي والأئمة المعصومين هكذا ينظر الإمامية أما الآن الشيعة المرجعية لا يؤمنون أن كلام الفقهاء وهم مختلفون فيما بينهم هؤلاء كلامهم هما نفس كلام النبي أو يجعلهم ألم لدني لا يقول يشتهي يدرس ويتعلم ويفكر وكذا وبعدها أحكام ظنية كل أحكام الفقهاء ظنية البعض يقول أنت حر تأخذ برأيه ولا ما تأخذ والبعض يقول الرادوا عليهم كرادوا علينا والرادوا علينا كراد على الله طبعا هذا مو كل شيء يؤمنوا بالكلام هذا كلام ما إلى أساس طبعا فما هو التشيع المشكلة هنا أن واحد يصير شيئي وما يعرف شونه التشيع ويخرج من التشيع وما يدري ليش خرج تعالوا ندرس للتشيع من جديد خلوا نعرف ماذا بقي من أهل البيت من منهج أهل البيت ماذا بقي من التشيع هناك عناصر بائدة وعناصر حية مستمرة إلى اليوم كثير من الشيعة والآن نرى ملايين الناس سوف نزورون لمعام الحسين يمشون على أقدامهم من البصرة ومن الموصل ومن إيران أيضا الناس جايين أو من باكستان ربما يجايين ومن لبنان يرحون بالطيارات وبعد ذلك يمشون ماشي طيب هل التشيع هول ماشي صارفة طقس مهم جدا لازم واحد يروح كل سنة يروح لازم يمشي وحتى عرف واحد مريض في القلب وقاعم المستشفى ستوه واخذ أولاده وكذا وراحته يمشي ومشالك كم خطوة ووقف نص الطريق وهذا الدين هو هذا التشيع وبعد ذلك شنو أنت مشيت شو نصار بعد ذلك تحيي الأربعينية تحيي الإمام الحسين ذكر الإمام الحسين إمام الحسين حتى تذكره يعني قتل حتى نذكره ونبكي عليه أم قتل من أجل قضية قضية العدالة في الأمة قضية الحرية في الأمة نصرة المظلومين محاربة الظالمين محاربة الذين يستولون على سلطة بالقوة والإرهاب واللف واللعب والتزوير إذا أنت ما عندك أي موقف حيوي اليوم تجاه الظالمين والمستبدين والمحتلين والمقتصبين والصحاينة والظالمين في كل مكان حتى اسمهم ما تجيبهم اسمهم ما تجيب أنت وتقول أنا شيعي ودع روح أمشي مثلا هذا هو التشيع حقيقة يعني ذلك الملايين وعامة الشيع اليوم اللي ينظرون إلى التشيع التشيع ميت هذا ما في روح مجردي من روحه وهناك مراجع هم أيضا ما يفهمون التشيع وما يقبلون واحد يبث الحياة بمنهج أهل البيت ويسير على منهج أهل البيت ما يقبلون واحد يرفع راية أو كلمة أو أو علم مثلا لشعب المظلوم لشعب اليمني مثلا لا أبرز مثل بالعالم كله كل العالم دي يتكلم عليه هذا الشعب مظلوم مهدد بالمجاعة مجاعة مو مهدد مهدد بالكوليرا ملايين الناس يصابون بالأمراض والكوليرا والمجاعة والظلم والقصف يومية قصف قصف ومراجعنا الكرام ومسؤولين الأعزاء يمنعون أحد يرفع علم اليمن أو يذكر بمأساة اليمن مأساة شعب كامل مو شعب فقط ترى باليمن كل شعب اليمني تحت الاحتلال وتحت القمع وتحت القصف والمرض والمجاعة ولا أحد يحتز له ضمير طيب أقول لك عن الشيعي وراح أمشي المام الحسين حتى حصل ثباب حتى يشفع لي المام الحسين ما يشفع لك المام الحسين والقيانة إذا أنت ما نصرت قضية المام الحسين ما مشيت في خط المام الحسين مو تمشي على الأرض من البصر ومن الموصل المدروين إلى كربلا امشي على خط الحسين وأنت في مكانك وأنت في بلدك وأنت في مدينتك بس خلي الحسين أمامك كثائر من أجل الحق والعدل والحرية والإسلام أنت تكون في خط الحسين هذا هو المشي في طريق الحسين مو مشي تتعب نفسك وتصرف أموال وطبخ وكذا وبعدين بس تخلص ما تبقى إلا أطنان القمامة أمريكا وسلفي كان متعصب جدا ثم قرع بعض الكتب وتشيع ما عندي سحيله ميت كما تبقى إلا أطنان القمامة العربي والإسلامي والإستبدال والطغيان في مقابل التطبيق السيء للإسلام تطبيق الظالمين والمستبدين والطغاة الصورة مطلقة لأحد الآن موجودين في معظم الدول العربية والإسلامية اللا ديمقراطية طبعا طيب فإذن واحد يخرج وواحد يدخل ويرجع مرة ثانية طيب وين رجعت بعدين شنو رجعت لوين هو يقول أنا رجعت إلى أن المذاهب أنه يعني جميع المذاهب الطريق إلى الله تعالى لا يمر عبر المذاهب صحيح وهذه هي دعوة لا مذهبية أنه من نشبهت بمذهب اللي ورثنا من أبعنا وأجدادنا نشوف أي شي جيد عند أي مذهب ناخده وأي شي سيء حتى لو كان في مذهبنا نرفضه نرفض الغلو نرفض الطقوس العبثية والطقوس العنيفة مثلا نرفض نظريات مختلفة نبحثها أنا ما رأى أدخل في تفاصيل الأمور